اشتركوا في القناة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ بالفوائد والعظات والعبر ونحن أيها الإخوة وأيها الأخوات مأمرون باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم مأمرون بأن نتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم فمن أراد النجاة والفلاحة والهدى فعليه بطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته صلى الله عليه وسلم كانت نبراسة تكون نبراسا لنا وهي كذلك نبراس لنا ولمن أراد الهدى والتقى أيضا عليه أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقات الماضية عانى معاناة شديدة طول هذه العشر سنوات التي قضاها في مكة وهو يدعو قومه إلى الإسلام يدعوهم إلى الهدى يدعوهم إلى الفلاح يدعوهم إلى النجاح يدعوهم إلى الرشاد صلى الله عليه وسلم ما كان من قومه إلا أن آذوه وكذبوه وطردوه عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف فذهب لثقيف وعرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا بل أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا عليه صبيانهم وعبيدهم فآذوه صلى الله عليه وسلم وطردوه بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقد دخل في جوار المطع بن عدي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو إلى الله جل وعلا وهو مستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ به الجهد والأذى والحزن والهم كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم أو عن نفسه ذلك في حديث عائشة في الصحيحين الله جل وعلا أيها الإخوة ناصر عبده وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤيده صلى الله عليه وسلم فكان منه سبحانه وتعالى أنه يعني يبعث لنبيه صلى الله عليه وسلم بارقات الأمل بأنه سبحانه وتعالى سينصره أيضا كما ذكر أهل السير وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارثة كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله جل وعلا سينصره وأن الله جل وعلا سيفرج عنه وهذا ظن نبينا صلى الله عليه وسلم بربه وهو الذي ينبغي على كل مسلم أن يكون ظنه بربه ظنا حسنا طيبا فالله عند ظن عبده به أيضا أيها الإخوة من المواقف العظيمة الجليلة التي جاءت بها السير بل جاء بها كتاب ربنا جل وعلا وجاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة حادثة عظيمة ومعجزة كبيرة وهي حادثة الإسراء والمعراج الله جل وعلا لما رأى ما أصاب نبيه صلى الله عليه وسلم من هم وحزن وغم لما أصابه وآخرها إذاء أهل الطائف له وإذاء أهل مكة له وكذلك هو في عام الحزن أو هو العام العاشر من البعثة أراد الله جل وعلا أن يروح عن نبيه صلى الله عليه وسلم وينفس عنه ويسعده سبحانه وتعالى بهذه الحادثة وهي حادثة الإسراء والمعراج نذكر هذه الحادثة وما ورد فيها من مواقف بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة نكمل بعد الفاصل أياكم الله أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات نعم أيها الإخوة من المعجزات العظيمة ومن مواقف الكبيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وكذلك جاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حادثة الإسراء والمعراج الله جل وعلا ذكر في كتابه سبحانه وتعالى في سورة كاملة اسمها سورة الإسراء قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله جل وعلا أراد في هذه الحادثة أن ينفس عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيح عندنا أنه قال أن مالك بن صعصع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة الإسراء فقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر متجعا إذ أتاني آت فقد قال يعني قد يعني شقة فقال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه وقال الراوي قال فسألت ذلك أنس فقال من ثغر نحره شق صجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة فشق صجره صلى الله عليه وسلم من ثغر نحره عليه الصلاة والسلام يعني هذا الموضع إلى شعرته يعني إلى عانته صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في بني سعد لما كانت ترضعه حليمة أنه جاءه ملكان فشق صدره وعندنا أيها الإخوة كما ذكر أهل السير أنه ثابت أنه ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم عندنا أنه شق صدره مرتان مرة لما كان في بني سعد لما كان طفلا يعني مسترضع في بني سعد كان عمره كما قيل أنه أربع سنوات وهذه المرة الثانية التي ثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم شق صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوئة إيمان فغسل قلبي ثم حشية ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار الأبيض يعني لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه بهذا الطست من ذهب المملوء بالإيمان جاء له صلى الله عليه وسلم بهذه الدابة التي هي دون البغل وفوق الحمار ولونه أبيض فقال الراوي أهو البراق يا أبو حمزة أبو حمزة هو أنس راوي الحديث فقال أنس نعم يضع خطوته عند أقصى طرفه يعني هذه الدابة التي تسمى بالبراق كانت يعني من سرعتها وكما قال الحافظ بن حجر لماذا سميت براق؟ قيل لأنها بيضاء وقيل لأنها كالبرق يعني سرعتها كالبرق كانت يعني من سرعتها أنها تضع حافرها عند آخر موضع تقف عنده طرف عينها ولا شك هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسرجا ملجما فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه فقال له جبريل عليه السلام أبي محمد تثعل هذا يقول جبريل للبراق فقال جبريل فما ركبك أحد أكرم على الله منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيعني استسهل هذا البراق على النبي صلى الله عليه وسلم فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى بيت المقدس وهذه لا شك أيها الإخوة معجزة من معجزات ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وروح بها عن نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا بهذه الحادثة وهي حادثة الإسراء وكان فيها من المواقف والآيات كما قال ربنا عز وجل لنريه من آياتنا وبعون الله عز وجل في الحلقات القادمة سنذكر بعض المواقف وبعض هذه الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة التي هي دلالة من دلالات النبوة ومعجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يفيدنا وأن ينفعنا بهذه السيرة المباركة هو لي ذلك والقادر عليه نكمل حادثة الإسراء في حلقات قادمة والحمد لله رب العالمين